أمن لله رحب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أظنهم آمين ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوسبا والشمس والقبر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدها إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نحمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات آيات للسائمين إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا ونحن عصبا إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو طرحوا أرضا يخل لكم وجوا بيكم وتكون من بعضه قوما صادحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقهم بعض السيارة يلتقهم بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا وليه يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إن ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبا إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا من يجعله في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يذكرون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل ثولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل فصبروا جميل والله المستعان فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردا فأدلادا وقال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي أكرمي مثواه أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ورودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لو لا أرآ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السمو والفحشاء إنه من عبادنا المخلقين واستبق الباب وقدت خميصا من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي عاودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها كبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم الذي نمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال ربي السجن وحب إلي مما يدعون لي إليه وإلا تصرف عني كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُنُ طَيْرُ مِنْهَ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْجَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَالَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِنْمَا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ ما كان لنا أن نشرك بالله الشريء فارك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر من ناش لا يشكرون يا صاحبي السجن يا أرباب متفدقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها سميتوها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلق فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند حبك فأنزاه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبنات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتمني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبنات خبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فبعوا في سنبنه إلا قليلا مما تأكل ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا إلا قليلا مما تحسنون ثم يأكل من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ابتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسأله ما بالنسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص الحق أنا راوته عن نفسه أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصالقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غصور رحيم وقال الملك اقتوني به أستخرص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لجينا مكين أمين قال اجعلني على خزائه الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أليكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال بفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلقوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا لهم حافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتهم موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من بابهم واحدهم وادخلوا من أبواب متفدقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لبو علم لما علمناه ولكن أكثر من الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهاجهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيرهم وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من مجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجل الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبلها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن بي أبي أو يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فاصبروا جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بمضاعة مفجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجهي به يأتي بصيرا واتوني بأهلكم جمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك الظليم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرشت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين